ليف المتنان كما أشرت مستمعين الأعزاء قبل قليل ضيفي سيكون بجانبي هو الآن بجانبي سيبل قاسم العياشي ووضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الخير سيبل قاسم مرحبا بك صباح الخير وشكرا على الاستضافة وصباح النور لكل مستمعين الإذاعة التونسية الوطنية بالأمس كان يوم تاريخي التونسية مشاولي مكاتب الاقتراع وقاموا بواجبهم الانتخاب إن شاء الله الأمور تكون تمت كما أردتم وكما رتبتم وكما يرضى المواطن كذلك نحن نتعرف مهمة الهيئة اللي ما هي الشيء جديد عليها توى مندة عدة استحقاقات يعني قامت بها للانتخابات هي خاصة التنظيم ومراقبة عملية المصار الانتخابي تنظيمه وإنجازه يعني في أحسن الظروف الممكنة محافظة ومعنتها وضع كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات لضمان يعني السير عادي للانتخابات في أي استحقاق كان ونزاهة العملية الانتخابية شفافيتها وحريتها بطبيعة بين الناخبين وكل الأطراف المداخلة من ناخبين ومترشعين نعم المراقبين كانوا موجودين في كل المكاتب؟ المراقبين فيه فما مش بضرورة في كل المكاتب كانوا معتها حسب معتها اللي طلبوه حنا كل من طلب اعتماد يعني بشي لاحب هذه الانتخابات وفرناه له طالما يعني استجاب إلى رحنا المثاق يعني الأخلاقي والمهني للمراقبة والملاحظة وهي بسيطة يعني تحلى بالحياد ومعنتها إما يخالف شي معنتها أخلاقيات التعامل في ملاحظة الانتخابات نعم فمعنتها واقعيا معنتها ما كانش مباما فما العدد الكافي للملاحظين لكن كان فما معنتها وصلنا حوالي معنتها 17 ألف اعتماد اعتناهم فما ممثلين للمترشحين فما ملاحظين داخليين ملاحظين دوليين فما أعلميين صحفيين ضيوف من الداخل ومن الخارج ووفرنا لهم كل الظروف اعتناهم بثقات الاعتماد وكان يعني معنتها بإمكانهم متاح لهم الدخول ومراقبة هذه الانتخابات واحنا أبيدينا معنتها كهيئة معنتها كالينة معنتها فرص التقينا بعديد المنظمات المنظمات العربية والإفريقية والأوروبية والدولية ومعنتها ملاحظين من الدول يعني جات وحضرت وواكبة العملية وفيهم توحالين قاعدين حضروا في التقارير متاحهم وسيعتدوا بها وسننظرها ومعنتها نأخذ بعين اعتبار كل الملاحظات إن كانت هناك نواقص أو معنتها أشياء ملاحظات صحيح نعم سي بالقسم الأشياء يقع التصريح مثل ما أعلن عليه البرحة مجلس الهيئة هذا المساء للساعة السابعة سيكون إذن التصريح إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية اللي أنجزت بالأمس معتها ثم بعض الأرقام خرجت في الفترة الأولى ربما غلطت بعض توانسا خاصة فيما يتعلق بانتخابات الجرات في بعض الدول الأجنبية هو احنا كنا معتها حقيقة فما معتها بعض أرقام خرجت على خاصة شبكات التواصل الاجتماعي وليس إلا الأرقام يعني فما عدت يعني أخبار زائفة الشبكات المثقوبة فما عدت أخبار زائفة روجت أحنا كما تعرف الهيئة هي محمولة المراقبة ومتبعة المخالفات والخلقات التي تنجم تصير في الانتخابات على كل الفضاءات ومنها خاصة الفضاء المفتوح نقول وإحنا هي الشبكات التواصل الاستماعي إذا تعرف سحبيب تطوره نجم نقول العملية الانتخابية ماشية بشوي بشوي مع تطور التكنولوجيا تطور معناتها استعمال المواطنين ماشية الأكثر حتى كان لحظ الحملية الانتخابية في حد ذاتها كانت أغلبها على الرقمي وعلى الشبكات وعلى معناتها كل ما هو رقمي لأنه معناتها حتى نحن نتوها في استعمالنا اليومي كل ما هو تكنولوجيا حديثة اليوم هي معناتها هي أولا السرعة السرعة في الخبر النجاعة أنك في إبلاغ الخبر وترويجه فبالتالي كما تترويج حوائج الباهية تترويج الأخبار الزائفة والمغلوطة هذا كلاش إحنا مدعوين باش نثبتوا والمواطنين أيضا إحنا خرجنا بلاغ في هذا وكنا ديما نحذر وخرجنا حتى نحن في الإعلام وفي معناتها بلاغاتنا وفي تصريحاتنا وحذرنا وحتى على مواقع معناتها المواقع متع الهيئة ديما نحذر من هذه الأخبار الزائفة ونقول كل المواطنين وكل من ناخبين والمترشحين ولا مواطنين عاديين أن حتى في حياتهم يثبتوا من الأخبار راهوا ما فماش خبر يخرش يعني على شبك التواصل الاجتماعي رايه متاع عباد فيهم معناتها ناس على حسنين يعني تبقى عندهم خلفية أخرى فما ناس عند خلفية وعندها معناتها مقارب ومصالح لبث الأخبار فبالتاني يعني الإنسان يتثبت من الخبر من المصادر الموثوقة المعروفة الصحيحة الرسمية خاصة سيب القاس هل بنستطيع أن نقول أنه نسبة الأقبال كانت محترمة قداش هي النسبة هي نسبة نجم قوله مقبولة ومرضية حتى بالمقاييس العالمية في مثل معنتها استحقاقات انتخابية مظاهية لانتخابات الرئاسية فنسبة يعني 27 أو ثمانية نحن آخر آخر يعني تحيين هو النسبة بلغت 28.9% هذا بعد الإعلان بعد الندوة الصحوفية نعم تأكد أن بعد كاملة جاتنا بقيت وخاصة عن ما زلت وقتها بلدين ما زلت قاعدة يعني تنتخب آآ العدد وهذا يقابل ربما للارتفاع شوية إذن نجم قوله اللي نسبة 29-30% هي نسبة آآ معنتها مقبولة حتى على بالمعايير والمقاييس الدولية خلينا هنا نحب نقول راهو سيحبيب لحنا كهيئة اللي همنا هو نجاح العملية تنظيميا نظم نفاه مبادئ النزاهة الشفافية حرية الانتخاب وحرية يعني المراقبة وتمثيل هذا هو لوجستين نعم نحن على حوالي 21,000 مكتب اقتراع يعني من 5,030 يعني مركز اقتراع اللي متركبه ومتعرف هي مدارس معنتها ابتدائية ولا مدارسة وكل مركز يحتوي على عدد مكتب فحوالي كلها على ساعة الثامنة وصل لها يعني المعدات والمواد الانتخابية وكانت جائزة وحلت في الوقت بدون اي تأخير يعني هاو الواحد يبدأ في العاصمة ساعة لساعة يتأخر معنتها تلايب نحكي على حركة المرور هذا هو مشكل يعني تصير معنتها تصير توارئ تصير حالات معنتها لقدر الله معنتها المسؤولين ما لتحقوش لأسباب فهذا بالنسبة لنا تمت العملية من الثامنة الى السادسة مساء دون اشكالات واخلالات وما فهماش شكون تشكة ولا قال هاو ما خلونيش لنتخب ولا هاو صار تشويش ولكن صار بعض التفاصيل يعني يعني واحد يحب يأثر على مواطن مثلا والله احنا اللي بلغنا فهماش كون يقولك هاو قعد يحكي سلم على جماعة هاو احنا نرى وفي تونس نسيل طالما ما هيش عملية ممنهجة ومعنتها معنتها في اتجاهات معنتها مخطط لها وممنهجة لهذا يعني 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 بعدنا معنتها كثيرا نعم وشوفنا معنتها انتخابات حقيقة يعني خلن نقوله نظيفة معنتها من الجوانب هذه لا فهم من الفاسد لا فهم معنتها معنتها كم يقولها احاديث وتأثيرات في المحيطات متاع المراكز فبالتالي احنا بالنسبة لنا كهيئة هذا هو من المهم لانه هذا هو اللي كسبنا به ثقة المواطن التونسي والناخب التونسي والمترشح التونسي كيف كيف النتائج هو ما اتابها الصندوق نعم سوف تكون معنتها لا صوت ناقش ولا صوت زيت هذه هي الرأس المال الهيئة واللي نحب نحافظ عليه اكثر من نقرحنا نسب الأقبال لانا نسبة الأقبال هي مرتبطة بعدة عناصر اخرى نجب خارج حتى على الهيئة يعني المناخ العرض السياسي المترشحين ومجهودهم ومداء معناتها اقناعهم للبرنامج المتاعهم يعني فه معناتها ما هيش كلها مربوطة كان بالهيئة احنا حسسنا اعلمنا ما خلينيش معناتها الحقيقة حتى معناتها كنا عملنا المجهود وهذا يرى وحتى بدناه معناتها من التشريعية ومن خاصة المحلية والجهوية اللي كانت معناتها تجربة فريدة وجديدة عملنا معناتها تكوين المحطة هذه الاخيرة هي افضل من الاخرين بالنسبة للاسبة الاقبال طبعا نشوف يعني ما بين 12% تشريعية عام 2028 المحلية عمناول المحلية والجهوية عمناول يعني هذا معناتها يوري المواطن التونسي في معناتها في قناعاته نقول احنا ثقافية معناتها السياسية انه هو اجتماعيا يأمن بالرئاسية اكثر من بقية التمثليات سيبل جاسب نستطيع نقول انه التونسي تصالح مع صندوق الابتراع طبعا هذا اذا كان نرهوه من الجانب هذا فعلا هو كان عنده يعني الوعي اللازم لانه يمشي اليوم رغم رغم كما قلنا راه التونسي نجم تعبناها شوي بالانتخابات يعني يخرج في ساعات في العام واحد يخرج عدة مرات فمعنتها نجم نتفهم معتها انه ساعات اما هو عبر مرة هذه كان عندها عند الموعد وقام بواجبه الانتخاب الوطني ولكن ثم استنتاج لابد ان نقر به الشباب بالنسبة المشاركة متاحهم قليلة كان فم نسبة ضعيفة وهذا يدل على موقف سياسي من الشباب نجم يكون هذا يبقى للقراءة من طرف السياسيين وعلماء وعلماء الاجتماع يدرسوا المسألة هذه وشوفوا معناتها اعماقها منين جاية وشنو معناتها اسباب هو امكانية العلاج متاح قص قص عيد زهير الزهير المغزاوي العيش الزمال التقديرات توا والنتائج تؤكد انه قص عيد هو رئيس الجمهورية للعهدة القادمة هو حتى التوهية هذه كانت نتائج سبر اراء احنا شفنا في المحطات السابقة هذه نتائج سبر اراء تقوم بها شركات خاصة وحتى نحن في هذه الاستحقاق كهيئة قمنا بتجربة داخلية لنا في عملية سبر اراء عند الخروج من الاختراع فكانت يعني النسب هو عملناها لنحن لتكون عنا المعلومة ولنستطيع ان نقارن مع نتائج سبر الاراء الشركات الخاصة هي تبقى ديما نتائج سبر الاراء النتائج هي النتائج التي سنعلن عليها اليوم هذه نتائج وقتية هذه نسب سبر الاراء عند الخروج من النتائج ستكون هي التي ستعلن عليها مجلس الهيئة هذا المساء هذا بعد العد والفرز والتجميع ونحن مشكون عننا النتيجة الأولية لهذه الانتخابات وسنعلن على ما نفعل الخطوة بعد السبع ستعلنون عن النتائج شنين الخطوة القادمة بالنسب للهيئة طبعا كما كل استحقق فما معناتها طور بعد يعني فما شكو بشي اعترض مثلا ايه فما ندخل في مرحلة وطور النزاعات الانتخابية وكل له الحق أن يطعن في النتائج ولا يعترض عليها لدى الجهة القضائية المختصة وهي في الطور الاول هي محكمة الاستناف بعد تنقيح القانون الانتخابي أصبح من اختصاص المحكمة الاستناف بتونس في طور ابتدائي ولدى محكمة التعقيب في طور الاستناف والنهائي نعم إذن لكل له الحق أن يعترض على هذه النتائج الأولية وهي ذك عليش اسمها أولية لأن فما تعود وعندما يقر القضاء يأخذ قرار في التعون فما يقر قرار الهيئة أو ينجب معنا يعترض عليه صحيح نحن سواء بالنسبة يعني كل النتائج بالنسبة للنتائج في الخارج لأن فما بعض المكاتب بعيدة على المواطنين أنتم ما قربتوها سنة قمنا بالجديد أنا حتى قبلت رحت السؤال التجربة الجديدة شفت بعض ناس تلقاه يسكن في برلين يزموا يتنقل إلى 300 كيلو متر مثلا متعب العملية نحن كما تعرف من جموش نعمل عدد يعني عن 10 هيئات فرعية عن 409 مكاتب يعني في 59 دولة وتونس راه من الدول القلاء اللي تنظم انتخابات لجاليتها في الخارج فما بلدين ما ينظموش فما بلدين ما ينظموش في الخارج إذن تعرف اللي العملية هذه أصعب راه برش يعني إقصاء المواطنين المنتسبين لبلادهم اللي هما في الخارج معنا ظالمة عملية ظالمة نحن تونس تعمل في المجهود اللي لازم تبدل في المجهود اللي لازم ونظموا الانتخابات هذه في 59 دولة إذن عنا عشرة دوائر في الخارج عنا حوالي 643 ألف يعني الناخب مسجل عنا في السجل كمواطنين بالخارج نعم فهذو ما أتحني لهم مرة هذه هذه المناسبة وأخذهم بعين اعتبار الظروف الحياتية وظروف العمل أولا ساعة القانون أعطاهم ثلاثة أيام للانتخاب يوم أربعة وخمسة أو ستة ليش لأنه فما بلدان العطلة متاحهم بالجمع كما ناخده في الخليج والبلدان العربية وفما بلدان في أوروبا وغيرها العطلة الأسبوعية متاحهم سبتوا الأحد فالمشرع معناتها قراء حسب هذا القانون الانتخابي ونحن سميناها الانتخاب الحر يعني الانتخاب في أقرب مكتب هو موجود أنت بحده يعني مكشي مربوط كما في الداخل بالمكتب اللي أنت مسجل فيه هذا كليش أحنا تصير عملية التسجيل وبعد نحل باب التحيين اللي يحب يحين مثلا أنت سيحبيب اليوم في المستير نهار الانتخاب تبدأ في تونس فبالتالي في مدة التحيين تنجم تحين وما تنجم بعد تنخب إلا في المكتب اللي قيت فيه وأنت سجل فيه بينما في الخارج حلين لهم لأن الإمكانيات موجودة مع تكنولوجي كما عندها شبكات موجودة والتغطية موجودة فمكنناهم أن يخب في أقرب بقطع النظر عن المركز اللي مسجل فيه صحيح بقطع النظر على الإقامة هذا يبش سهل ينجم يكون موجود كيف كيف زاد التونسي اللي مساجل في تونس ويلقى روحه في الخارج أيامات الانتخاب له أن ينتخب وهذا لاحظنا أنه أحسن شوية معناتها نسب الإقبال وسهل على المواطنين ومشاوا المراكز الاقتراع واستحصناهم معناتها العملية من تسعة ملايين مواطن اللي هم مساجلين في المكاتب نسبة النساء مهمة يعني معتبرة ولا أقل هو نسبة المساجلين معناتها في السجل الانتخاب ديما نسبة النساء أكثر من المساجلين أكثر من الرجال بالنسبة لنسبة الإقبال المرة هذه الرجال شوية أكبر شوية من نسبة متقاربين مش بعد برش في الإقبال على التصويت في النساء أنا نحب نحي بعض النساء الكبار أنا شفت أمهات كبار في العمر فوق 80 وقرابة 90 وجاوب رغم التعب ورغم المرض وقدوا الواجب بامتحهم في مركز من مراكز الاقتراع في المنزة السادس قالتلي عندي تقريب ثلاث شهر ما خرجت من الدار اليوم أكدت على ولدها أنه جيبها وتقوم بالواجب بامتحهم فتحية لها وتحية كذلك لعوان الأمن والجنود الجيش الوطني الموجودين وأمن العملية كان تأمين لحقيقة هيل ونحب بالمناسبة كيف نحيي زاد الأشخاص دوي الإعاقة صحيح اللي زاد هما توجهوا وقاموا بواجبهم الانتخابي وكانوا ديما مهتمين بالسحققات الانتخابية نعم فتحية إليهم لأنهم نسبة مهمة كذلك هم مرضين تونس الكل يعني واضح يعني الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين ولا ضاعوا في الثنين نحن وفرنا لهم الحقيقة كما يعفو هما ديما الهيئة وفرنا لهم الظروف معناتها وإمكانية أنهم النفاذ لمكاتب الاقتراع بكل معناتها يسر حتنيهم معناتها بالنسبة لفاقدي البصر أكل حافظات براي معناتها والمواطنين أنه لتصريح يكون هذا المسافة السابعة في مقر الهيئة في المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات صحيح إن شاء الله في تمام السابعة إن شاء الله شكرا لك شكرا على استضافة سيحبيب وقعد معك متاحية للمستمعين يعني شكرا إن شاء الله حصلت لهم الإفادة شكرا إلى اللقاء